استمرارا لمسيرة تطوير في كافة مناطق مدينة الشارقة أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن توصيل التيار الكهربائي لعدد 1135 مشروعا في مختلف أنحاء مدينة الشارقة بإجمال أحمال تجاوزت 109 ميجاواط خلال الربع الأول من عام 2024 هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أعلنت عن الانتهاء من إجراءات التفتيش واستفاء كافة متطلبات الأمن والسلامة واستبدال 79925 عدادا ميكانيكيا بعدادات ذكية لمختلف المناطق والقطاعات في مدينة الشارقة وذلك ضمن خطة الهيئة للاستغناء عن العدادات الميكانيكية وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والتيسير عليهم في مجال الإمدادات الكهربائية الحيئة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات التي تقدمها وتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية والصناعية في كافة المناطق بإمارة الشارقة وفق أفضل المواصفات بعد إنجاز المنشاة واستلام طلبات التوصيل الدائم للكهرباء حيث تم اعتماد 1200 طلب للوحات التوزيع الكهربائية للمشاريع الجديدة والقائمة التي تحتاج إلى توصيل أو تحديث في التوصيلات الكهربائية هيئة كارباء الشارقة تعمل على توصية استخدام العدادات الذكية في إمارة الشارقة كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين وتشمل هذه الجهود تركيب واستبدال العدادات القديمة بأخرى ذكية في المناطق السكنية والتجارية والصناعية مما يساهم في تطوير المشروعات وتقديم خدمات أفضل للمشتركين ترجمة نانسي قنقر